السلام عليكم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من الون كاملين صوت الناس اهلا بكم هنا في استوديو صوت الناس من زمانه الحاكم العربي والحكام عموما بيحاولوا يسيطروا على وسائل الاعلام من ايام كانت وسائل الاعلام دي في الاسواق الناس تقف وتقول الاخبار او اللي يقف ويقول القصيدة اللي عنده او اللي يقف ويباهب نسبه من زمان جدا والموضوع ده عندنا في منطقتنا بل خلينا نبقى اكتر وضوحا في العالم كله كل حاكم بيحب يمتلك وسائل الاعلام او على الاقل يبقى ليه وسائل الاعلام الخاصة دي الناس بتوعه اللي بيسبحه بحمده ويتكلمه بلسانه ويروجه الاخبار اللي هو عايز يرواجها من وجهة نظره ده كان على مر التاريخ بس مين اللي كان بيعمل كده دايما الحكام الضعاف اللي افعالهم قليلة واللي سيرتهم مش كويسة واللي ما عندهمش من الكارزمة والانجاز اللي يخلي الناس تتكلم عنهم من غير ما يستعينه بحد بصديق او بمطبلاتي او بقراداتي او باعلامي ما عندوش ضمير الموضوع ده تطوره بقى مستمر معانا دلوقتي مش عايز اقولك ان في عصر السماوات المفتوحة بقى كل زعيم بيحب يمتلق قنوات بل اقمار صناعية علشان توصل وجهة نظره هو ولما تطلع قناة في مكان ما بتتكلم بلسان حال الناس او على الاقل بتنحاز لرواية الخبر المجرد كانوا بيعرضوها وبيعندوها وبيحاولوا يحتلوا ارضها علشان يقضوا على القناة دي ده حصل واحنا شفناه بعنينا اظلنا حضراتكم تابعتوه طبعا دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا الحاكم بقى كمان مهم عنده نيروج وجهة نظره على السوشيال ميديا علشان كده بقى كل حاكم بل كل فنان ورياضي بل كل من هبه ودب بقى عنده لجانه الالكترونية اللي بتروج وجهة نظره اللي بتقعب تقولك بص يا سلام عليه وعلى حكمته واللي يقولك يا سلام ده لعيب جامد جدا او لو كان فنان يخش ويمدحه في فنه ده بقى لسان الحال الموجود دلوقتي وبقى الحاصل والناس اللي عندها اعمالها بتتكلم عنها ما بتحتاجش كتير لمسألة البروباجندا او اللجان الالكترونية المعيب دلوقتي في عالمنا العربي انك بتلاقي رؤساء دول ملوك امراء شيوخ ناس كبيرة المفروض يعني وما بيقدروش يقنعوا الناس شعوبهم والامة الناس اللي حواليها ما بيقدروش يقنعوهم باعمالهم فبيستعينوا باللجان الالكترونية فتلاقي اللجان الالكترونية دي بيصدق عليها القول انهم ملكيين اكتر من الملك تلاقيهم بيتبنوا وجهة نظر الحاكم او الزعيم ايا كان اللي بيدفع ويدفعوا عنه كأنه واحد من العيلة وزيادة وبيستبسلوا انهم يدفعوا عن وجهة نظره حتى لو كانت رلط حتى لو هم مش مقتنعين بيها لحد ما بيتوحدوا في مسألة انه هم والزعيم او هم واللي بيدفع لهم بيبقوا حاجة واحدة بس حضرتك ممكن تدخل على السوشيال ميديا فتلاقي حالة ممكن البعض بيتخدع وممكن البعض بيشميز ايه يا جماعة ده مش معقول كل الاراء دي مخالفة للواقع لانك بتعاشر الناس في الشارع وسامع رأيهم يعني مثلا لما تدخل على الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر دلوقتي فتلاقي ناس عمالة تتكلم مشوا السوريين مشوا السودانيين مش عارف ايه وتنزل لارض الواقع تلاقي الناس ماشية مع بعض الناس قويسين مفيش مشاكل فاعرف في الحالة دي ان ده توجه نظام او توجه حد بيدفع وجايب لجانة الكترونية عامل حالة لانك مش محتاج اكتر من خمسمائة ستمائة الف حساب على منصة من منصات السوشيال ميديا علشان تعمل به حالة خرجوا اللاجئين ترحيل اللاجئين واجب وطني وبصوا يا جماعة احنا لازم نقطع مش عارف مين زي ما بنقطع المنتجات الاسرائيلية والامريكية والدعمين لها ويبدأوا يقولوا كلام انت مش مقتنع به ومش شايفه حاصل في أرض الواقع علشان كده بأكد على حضرتك وقولك ما تصدقش غير اللي عينك شايفان ما تصدقش غير اللي انت عايش فيه اللي انت لمسوا بايدك وحسوا بتعاملك اليوم يعني انا دلوقتي لما اطلع اقولك البلد زي الفل والاسعار حلوة لو ده شايفوا واقع في أرض الواقع في مصر يعني حواليك تصدقوا ولما اطلع اقولك ان الاسعار بتزيد وانت مش لقي تاكل ووضعك صعب بالرغم ان هم زودوا لحد الادنى 500 جنيه بس زودوا عليك الكهرباء والمية والاكل والعيشة والمش عارف ايه خد الكلام وقيسه لا تاخد كلامي مصدق ولا تاخد كلامي كذبة خد الكلام وقيسه على وضعك انت بص حواليك هم زودوا فعلا ولا لأ الراجل ده بيتكلم بجد ولا لأ وبرضو لما تشوف ناس بتقولك رحلوا اللاجئين اللاجئين وحشين ده سموا الشارع شارع حلب والشرع التاني شارع دمشق ده عايزين يعملوا طواقف في مصر برضو ارجع وشوف حواليك وائل ورائد وحمدان والناس اخوانك السوريين والسودانيين وغيرهم اللي عايشين في الشارع عندك بتنزل تاكل من عندهم وبيجوا واشتروا اللحمة من عندك وهكذا الناس دي فعلا عملت كده ولا هنفضل نسمع اصلهم عملوا في حتة طب فين الحتة دي ما حتش يقولك اصلحنا سمعنا اصلهم بيقولوا طالما الموضوع سمعنا وبيقولوا في حتة تانية اعرف ان دي كلها اشعاعات توجيهات من حد قاعد عنده مصلحة اما نظام سياسي واما اصحاب مطاعم غيظهم مثلا او مدايقهم ان المحلات بتاعت السوريين نجحة وبالمناسبة لما محل السوري بينجح فهو بيستخدم مواد مصرية وبيدفع الدرايب في مصر ده لو مش مشغل مصريين فهو مشغل سوريين وعلشان كده بيكفيهم مقونة انهم يحتاجوا بس في الاخر بيدفع درايب في مصر كهرباء مية غاز ادوات في مصر كل ده في مصر وفي الاخر انت اللي بتاخد خدمة انت سيد الموقف انت اللي بيعجبك بتروح عنده مطعم مصري مطعم سوري ليبي يمني هندي انت هنا سيد القرار مايبقاش حد بيجبرك على خدمة معينة هو كده واذا كان عاجبك ولا عندنا ويلا خليك زكي خليك شاطر متاخدش الكلام السوشيال ميديا على انه مصدر موصوق وكلام نهائي خليك انت اللي بتعمل الفلتر انت اللي بتصفي الكلام كلام ده هجس ولا كلام بحق وحقيق وبجد وانت لمسه على ارض الواقع اهلا بكم